متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله هتكلم عن موقع من المواقع اللي بتغير الستايل بتاع الصورة يعني ممكن تحول الصورة لثري دي أنيميشن لأنيمي لكارتون بتقدر تغير الستايل بشكل كبير جداً الناس اللي بتطلب هذا النوع من المواقع النهاردة حبيت ان انا اطلع بهذا الموقع والموقع دوت في خطة مجانية ممكن انت تستفيد بها كل عليك ان انت هتسجل بالموقع او تخش بجوجل اكاونت يلا بينا نشوف الموقع ازاي نتعامل معي بعد ما عملت ساين اين ودخلت بجوجل اكاونت هبتدي اجرب اول حاجة ترانسفورم يور فوتو هبتدي احول الفوتو هنا click or drag here to upload image هنا هبتدي ان انا ادوس على click or drag here عشان ارفع الصورة بتاعتي انتقل الى الداشبورد الخاصة بـ design.ai وده اسم الموقع حاطلكن طبعا الرابط في الوصفة اسفل الفيديو كتبت كمان اسم الموقع في الاول design زي ما نصطلبت مني ان انا اكتبه هنا هنلاقي quick style وبرو ستايل quick style وبرو ستايل موجود في البريميام انا هاختار هنا الستايل اللي انا عايزاه وليكن هذا الستايل وحبتدي هنا احول الصورة دي للستايل ده وهنا هتلاقي style intensity مدى شدة الستايل هل عايزه يكون عالي جدا او متوسط انا هسيبه زي ما هو وتقريبا انا هسيب كل حاجة زي ما هي مش هغير خالص في ال setting اللي قدامي دي وابتدي ان انا اقول له generate وهنا هيكون في public فاخد بالك من الصور اللي انت بترفحها طالما انت في الخطة المجانية تم إنتاج الصورة زي ما احنا شايفين ايدي كذا صورة صورة زي دي اعتقد ان هي ممكن تكون اقرب صورة للصورة الاصلية وست عليها double click عشان تبقى replace بعد ما بتحول الصورة بيكون في ووتر مارك بسيط جدا يعني ما فيوش مشكلة خالص في التعامل معاه لما نجي نعمل resize او نستخدم canva هنا ممكن انا اعمل crop remove background لو انا عايز اعمل remove background ممكن AI eraser في select في edit cut out هنا الremove background جربتها كانت في الخطة المجانية ما جربتش الباقي بصراحة لكن اعتقد الAI eraser هتبقى في الupgrade remove background في free edit cut out ممكن هي تتعمل لو انا عايزة اقطع جزء في الصورة انا هنا مش عايزة اعمل اي cut out هبتدي ارجع مرة تانية عامل cancel وارجع للشكل الاساسي في الاخر بتعمل save as image وبتنزل كجي بي جي في الفري وممكن تعمل upscale تحسين جودة الصورة لحد 1 اكس وبعدين تعمل download للصورة تعالوا نشوف حاجة تانية نستخدمها على الموقع هبتدي ان انا اروح اعمل upload نجرب حاجة تانية هنا رفعت الصورة هبتدي ان انا اروح لي image to image عشان يصر عندي الجزء ده وبتدي هنا اختار ال style اللي انا عايزة بالنسبة للصورة ممكن اختار 3D rendering هسيب ال style intensity وشدته ايضا زي ما هو كل ما تمشي كده يبقى strong كل ما تمشي في الاتجاه المعاكس هيكون اقل وهنا color match انا عايزة الالوان تكون هي هي الفيس match هو هو نفس الوجه high quality جودة عالية وابتدي ان انا اقول له generate وحنشوف مع بعض النتيجة دي النتائج اللي هو اعطاه لي اربع نتائج يمكن اقرب حاجة لل style اللي انا عايزة هو ال style ده هنا ممكن انت تعمل replace هدوس double click على هذه الصورة علشان الصورة تنزل معايا هنا placed on the canvas زي ما احنا شايفين تعمل عليها ال edit اللي انت عايزه وبعد كده تبتدي تعمل لها download تعالى نجرب حاجة تانية مع بعض هروح لل styles هغير ال styles اللي انا عايزةها magic portrait color match وال face match وال high quality التلاتة هيكونوا متفاعلين عايزة اجرب التلاتة دول لما يتفاعلوا وهنا style intensity ممكن اخليه 6 من 10 وابتدي اعمل generate ونشوف النتيجة هذه النتيجة بتاعة الصورة دي شايفة كمان حلوة قوي لما تحكمت في ال intensity الالوان هي هي يحتفظ بيها الشكل الخاص بال face هو هو اعتقد ان ممكن الصورة دي تكون اقرب صورة هدوس عليها double click عشان تبقى موجودة في ال canvas زي ما احنا شايفين هنا اعتقد ان انت كل ما احتفظت بال color وال face كل ما كان افضل في النتيجة عشان كده تعمدت ان انا اجيب نفس الصورة بتاعة الشخص علشان ابتدي استخدمها مرة من غير color match وال face match افعالهم اسيب بس ال high quality ومرة تانية نخلي في color match وال face match واستخدمت الماجيك portrait زي ما احنا شفنا هنا تعتبر النتيجة بتاعة الماجيك portrait حلوة جدا طبعا انت بتختار ال style اللي انت شايفه بتزبط setting بتزبط الحاجات التانية دي لحد ما بتوصل اللي انت عايزه اما قلتلك انت لك 50 credits لو قال لي 32 30 هيبتدي ان هو يعمل لك reset daily credits يعني كل يوم هيبقى لك 50 نقطة طالما انت تحت ال 32 لو انت ال 32 فوق ال 32 مش هيسب لك ال points زي ما هي زي ما انت شايف كده احنا وصلنا 16 credits بالحساب ده انا وصلت 16 credits فبالتالي بكرة هيعمل لي reset مرة تانية ويديني 50 نقطة ده بالنسبة الموقع design طبعا design في حاجات كتير جدا تانية يعني في enhance upscale ال product background في حاجات موجودة في الفري وفي حاجات موجودة واغلبها يعني عشان اكون معاك صريحة موجودة في البايد بلان لكن الجزء اللي انا حبيت ان انا اركز عليه هو الجزء بتاع ال convert ان انا احاول الصورة ل 3d rendering او احاولها ال animation احاولها الكارتون وبالتالي تقدر ان انت تغير من شكل الصورة اتمنى انكم استفادتم من فيديو النهاردة فيديو سريع وبسيط وحطتلك الرابط الخاص بالموقع في الوصفة اسفل الفيديو والناس اللي طلبت مني احط اسم الموقع حطيته في بداية الفيديو ولكن انت هتلاقيه already موجود في الوصفة تقدر انت تدوسها اللينك وتروح عليه مباشرة زي ما اقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دومت وفراعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته